عام من حرب الإبادة الجماعية على قطع غزة دمار لم يسلم منه البشر ولا الحجر طاول 15 قطاعا حيويا وكبد القطاع 33 مليار دولار القصف المتواصل ألحق خسائر بقطاع البنية التحتية ودمر كليا أكثر من 150 ألف وحدة سكنية وباتت 80 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن إضافة إلى التدمير الجزئي الذي أصاب 200 ألف وحدة سكنية التقدير الأولي للخسائر المباشرة لهذا القطاع وصل إلى نحو 18 مليار دولار وفي القطاع الصناعي توقفت المصانع ووراش العمل والمعامل والآلات والمعدات اللازمة لعملية الإنتاج ما أحدث أزمة صناعية ونقصا حادا في السوق المحلي ومستلزمات المواطنين وبلغ التقدير الأولي لخسائر هذا القطاع نحو مليار و125 مليون دولار ووفقا للبنك الدولي أدى توقف النشاط الاقتصادي في قطاع غزة إلى دخوله ركودا عميقا حيث انخفضت حصته من الاقتصاد الفلسطيني إلى أقل من 5% من أصل 17% قبل الحرب وتعطل القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه غزة في توفير الغذاء لقرابة مليونين ونصف المليون فلسطيني ما أثر سلبا على حركة البيع والشراء والقطاع الحيواني والأسماك وبلغت تقديرات خسائر القطاع الزراعي نحو مليار و50 مليون دولار القطاع الصحي كان أحد أكثر القطاعات استهدافا من قبل جيش الاحتلال من مستشفيات ومراقز صحية ومراقز أشعة وأدوية وصيدليات ما كبده 575 مليون دولار القصف الإسرائيلي استهدف أيضا القطاع التعليمية من جامعات ومدارس بما يشمل المختبرات والأجهزة التعليمية وقطاعات التدريس والمرافق الرياضية ما خلف خسائر بمليار و850 مليون دولار أضرار هائلة خلفها العدوان الإسرائيلي وتقديرات تشير إلى فداحة حجم الدمار الاقتصادي الذي لم يتوقف منذ بدء آلة الحرب الإسرائيلية في الاجتياح والقتل اشتركوا في القناة